التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بات من أحدث صرعات الترويج لجميع أنواع السلع والخدمات وهذا ما اتجهت إليه صانعات الفخار في المغرب بعد تراجع حجم الطلب عليه لنتابع قطع الفخار التقليدية من صنع ماما عائشة لم تعد تجذب الزبائن في المغرب لكن مواقع التواصل الاجتماعي حولت بيتها في قرية النائية إلى قبلة لهواة تعلم فن الفخار من مختلف أنحاء العالم وكثير منهم علموا عن طريق خدمة انستغرام بتنظيم تدريب لتعلم تقنيات صنع الفخار التقليدية في هذا المنزل في قرية عين بوشنيق الواقع وسط مرتفعات الريف في شمال المغرب تنتمي عائلة ماما عائشة إلى قبيلة اشتهرت بممارسة هذه الصنع المتوارثة جيلا بعد جيل على مدى قرون لكنها باتت اليوم معرضة للانقراض ولم تعود القرية تضم اليوم سوى ست ورشات تقليدية بينما كان عددها يقارب التسعين حتى تسعينات القرن الماضي